وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 625 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد و501 من حالات شفاء و12 حالة وفاة خلال 24 ساعتنا الماضية فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى للقاح 4.449.447 شخصا الوزارة أشارت أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية للقاح بلغ 4.103.257 شخصا الحصيلة الجديدة للإصابة بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمغرب إلى 500.948 حالة فيما بلغ مجموع حالة شفاء التام 4.178.414 حالة بنسبة تعافي تبلغ 7.90.3% بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8.885 حالة بنسبة فتك قدرها 1.8% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر